بسم الله الرحمن الرحيم في نهاية القسم ده هنتكلم بسرعة نظرة سريعة عن اللي تكلمنا عنه اولا احنا اتكلمنا عن مفهوم الدف اكسبريسي بشكل عام وفهمنا ان هو اضافة بتضاف للفيديو للسديو عشان احسن الشكل او اعمل ديزاين جيد وزي ما احنا عرفنا ان احنا خدنا نظرة عامة سريعة ولكن ما تعمقناش في الدف وقلنا هنستخدم الادوات اللي احنا نستخدمها في البرنامج وبس بعد كده عرفنا ليه ان احنا بنستخدم الدف عشان بيخلي الشكل كويس وبيجزب العمل اكتر والكلام ده كله. بعد كده شرحنا اول حاجة في الدف اكسابريس اللي هي الريبون فورم او الشاشة الرأسية اللي بتنزلي بالمينيو بالكلام ده كل بتاعها. وشرحنا اهم الخصائص اللي فيها. بعد كده شرحنا الريبون مينيو اللي هي جوها الريبون فورم او بمعنى اصاح القائمة اللي بتبقى موجودة عندي في البرنامج. وشرحنا ازاي ان انا اعملها واعدل فيها والكلام دول. بعد كده شرحنا المترو مينيو وهي القائمة اللي بتبقى موجودة في ويندوز ايت في قائمة ستارت وعملنا واحدة تشبهها ولعبنا شوية في البورو برتس وعرفنا ان احنا قدام شوية هنتعمق فيها اكتر. بعد كده عملنا حركة او داخل المترو مينيو وهي تغيير في الالوان والحركة. بعد كده بدلا ان احنا نشرح الشريط السوفلي في الشاشة وهو برضو نازل مع فعرفنا ازاي ان انا بستخدمه ان انا احط في اسم المستخدم التاريخ البيانات اللي انا محتاجة احطها احطها او اي معلومات محتاج ان انا اقول للمستخدم عليها عن طريق شريط السوفلي ده.